ماذا ما عدت لكم قبل بريك ضيفة مميز اطلالاته قليلة و بس اطلالاته بتكون مليانة معلومات وهضامة اتنان سوا استاذ جواد عدرة كيفك؟ انا مليح هو شي ميرسي لان قبلت دعوتي الهضامة اصعب من المعلومات لا انت عندك اتنان قوية قعدنا سوا وبعرف هالشي كيفك؟ اشتقناه لك وين هالغايبة؟ موجود موجود هلا اول مرة بالأو تيفي انا وانا بحب انا بدي اقول لك ليش انا عندك ضيفك فضل قل لي لانه انت بتتمتع بنوع من الفكاهة اللي بنفقده في لبنان مرسي حس النكتي الراقي النكتي الغير مؤذية والنكتي اللي نحن لازم يتدربوا عليها اللبنانية بقدر الانسان يكون ناقد بدون ما يجرح شعور الناس او زوقهم او يقلل الاداة مرسي هادش هاده وهاده بالعكس هاده الحقيقة هيك مرسي خلينا نبلش فضل رئيس مجلس ادارة الدولية للمعلومات نعم شو هي الدولية للمعلومات شو بتعمله نحن بالتأسسة الشركة بخمسة وتسعين الحقيقة هي مؤسسة تهدف للخدمة العامة ما سميتها انا جمعية لانه الهدف منها ان تدار كأنه قطاع خاص وتكون بشكل جدي ومنتجي والاخره والفكرة كان انه بالبلد نحن بحاجة الى المعلومات الصحيحة الى الرقم الصحيح وما تكون لا ممولي من احد لا من الخارج ولا من الداخل ولا من تميه طائفيا او سياسيا لأحد لانه المعرفة تقتضي الحرية من ادارة بانه والدقة انت كتعيش بره وشغلك بره كله وجيت لهون ولا يزال بره ولا يزال بس انت ما كنت عطي جي كتير عدنان جيت واسست الدولية لا انا اتركت لبنان بالتنائي وسبعين ورجعت له بالخمسة وتسعين أبعة وتسعين يعني انا ما حضرت الكوارس اللي صارت ولما رجعت كنت يعني حابب اني كنت انا اعتبرت يمكن يمكن يكون في فرصة انه ينعمل شيء منيح بالبلد خاصة انه انا سائبة اني بعرف كنت كم شخص كانوا بالمجالس النيابية وبالمجالس الوزارية وبعدين اكتشفت بوقت كتير قصير انه عم تقاتل وما عم نتفق وصرت بحالي مش منيحة فنصحت حالي بعلاج نفسي اني اعمل الدولية للمعلومات فهي علاج نفسي يعني طبعا علاج نفسي مكلف جدا وخدمي عامي بوقت نفسه بتعملوا انتوا دراسات انتوا يمكن من الشركات الليل بالبلد اللي ما علي علامات استفهام يعني دراساتكم بتاخد فيها انتوا بتحطوا قداش الهامش الخطأ الخطأ اكيد لانه كل دراسة فيها مش خطأ طب معقول لدراساتكم بيستعملوهم بحربهم السياسية سياسيين هلأ بأي شي طبيعي انه انت بكون فيه اذا مثلا احنا جينا نقول على سبيل المثال اذا جينا نقول انه المجلس النيابي نفهز عدد معين من القوادين انتجها صدرت وراحت الى مجلس الوزارة ممكن حدا يقول انه هاش جماعة بيخدموا الرئيس بري على سبيل المثال فجأة بيصنفك انه لانك انت عم بتقولك وكأنه المجلس النيابي هو فقط لرئيس بري اذا قلنا انه مجلس الوزارة ما عمل المراسيم التنفيذية للتطبيقية للموضوع بيقولوا اه لانه بيكرهوا الرئيس فلاني رئيس الحكومة القائمة فهون فيه ممكن استخدامها اذا جينا نقول للكهربا انه على سبيل المثال انه يا جماعة اللي من بتقولوا انه راح 30 مليار دولار 40 50 ارقام متضاربة بنقال هو الرقم حوالي 30 مليار تنقل او 27 مليار دولار دعم للكهربا من 93 للهلا اذا قلت هاي الكلمة لحالة هيك بتبين انك انت عم تنتقدر الوزير بسيل او التيار الوطني الحر او الجنرال اذا قلت انت من 93 بتكون عم بتصمع عم بتوسع بتكون عم بتصمع جبران اذا جيت تقول انه يا جماعة تعالوا شوف هاي كيف انصرفت اه انت عم بتدافع عنه للوزير بسيل لانه انت بتجي بيطلع اغلب هايدي المبالغ صرفت كدعم للكهربا صح هلأ فيه ان يستخدموه هلأ اذا جينا نقول انه في القوات اللبنانية رمحت اصوات اضافية بشكل مميز عن انتخابات 2018 صورت قوات هلأ فيها القوات تستخدمها هايدي ضد التيار وانا بصير قوات وبطل التيار وهكذا دواليك فالمهم انك انت احنا ما نضيع البوصل وهي الفكرة انه المعرفة الحفاظ على العلم وعلى الارقام والرقم نتحول بالرقم بد ما نتحول بالعصبيات هلأ كله هاي ده مش مهم مهم عم بتربحك عم بربحك البزنس نفتح مثله من فوت فيه انا مثل اه اذا بدك تفتح مثله بتبلك كيف فيك تربح بسرعة اه جد اي فيه طريقة هلأ فراتلي حالة طبع يخذوه كله بس اذا ما تتبع طريقتنا اه لا غير مجدي ماديا ولكن مجدي مثلا لك نفسيا معنويا خدمة للمجتمع اكيد لانه بشكل عام الدراسات ومراكز الابحاث حتى بكل العالم ما بيربحه بتدعم اه اوكي فنحن ما عنا دعم فالدعم هو دعم ذاتي اوكي بامريكا وباوروبا بيكونوا عم بيعملوا ابحاث من مؤسسات دولية اه اذا اذا شيوم يعني طلعنا تقريبا لخسرين لربحانين بيكون عيد اه والله بس بشكل متواصل اه عادة منخسر اوكي طيب ماديا بدأي قبل ما فوت بعد بالدراسات اللي عملتوها لانه فيه دراسات كتير مهمة رح نحكي فيها اه كمان حذرك اسست اه مضحف بشكة نعم بالالفين وثمنتعش شو اسمه نابو 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 هو اله المعرفة يعني هو الحكمة و اله الرياضيات والعلم عند الفينقيين و اله الحكمة عند السومريين ايوه يعني هو رمز للعقل للتعقل و للتواصل بالمنطقة مش نكره بعض اوكي يعني الفينقيين عادين مع السومريين اه خلاص واحدة وطنية وين المعرض ها المشرقية وين المتحف متحف ببلدي بالقرية اسمه الهري اللي هي بخضاء البترون اه اوكي يعني حد شكه اوكي خلني انا بلش او بسفح جبل الشقعة ماروف الهري وبحر الهري سيدة النورية بزبط مية بالمئة طيب بنبلش عملت قرير عن الفساد بالالفين نعم وحكموك ايها اول مرة كنت بروح فيها على المحكمة هلأ بعدين بعد بعدين اعودت اتعودت اعمل ديل اعمل ديل مع الوضاق في محبين في محبين كتير هذه وقتها فاركينج العدلية صحيح من دابون مون معه بتكليف من من الامة المتحدة وحكومة الرئيس حص كانت الفكرة انه نعمل بدراسة عن عن موضوع الفساد وشو هي اسبابه ومدى انتشاره في لبنان وشملت المهمة انه نقابل قضاءات نقابل سفرة كان عندنا يعني يعني نوع من التصريح انه مفتوح كل شيء قدامنا انتهينا مننا وكان فعلا يعني انه شغلي كانت كتير حلوة ولكن كانت ردة الفعل صعبة كتير يعني اللي وكلوكن الامر المتحدة ايه مؤيد منكن ايه طبعا كان وقتها وصلت لدرجة انه هني اعلنوها الامر المتحدة يعني وافقوا على التقرير وتم اعتماده وتم نشره من قبل الامر المتحدة ان احنا كنا بس اشتشاريه لا دورنا ننشر ولا دورنا ولكن نحن ناشطين يعني بالمعنى فيك تفكر شو ما بدك بازم تكون استشاري بازم تصرف كاستشاري فالامم التحدي نشرته على صفحاته ورجعت سحبته واعتذرت من الحكومة اللبنانية وشهدت ضدنا في المحكمة اف ليه اعتبرونا انه خرجنا انه ذهبنا بعيدا حسب ما كان بدنا الهد امين العام كوفي انان قال لقد ذهب الاستشاري بعيدا ما اتهمنا باي شيء قال انه ذهبنا بعيدا منعبضنا القصة كتير جد ما كان بدنا هلات تفضحوا العالم انا معي رح نحط هلق شوية على الشاشة ورح حط على السوشيل ميديا انا عمل اكتير يعني ايه اه تقرير التقويمي للدولية للمعلومات عن الفساد في لبنان هيدا بيجارية النهار ب23 كنون الثاني 2001 تفشي ظاهرة يهدد اكثر من مليار دولار سنويا طبقة سياسية حق لها الخصب سواء في السلطة او خارج ما بتفوت بالتفاصيل مثل ما قلت رح نحطها بس انت فيت بكل كطاع يعني عم نحكي السلطة القضائية تأخير في القضايا المحاكمة المحاكمة المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء ادارة المناقصات وقصنا بديشوف ان ادارة المناقصات بين العامي 95 و 97 اجد ادارة المناقصات تلزيمات لأعمال تصل كيمتها الى 143 مليون دولار فقط من اصل 6 مليار يعني 2.4 مليون دولار والقطعو بادارة المناقصات كطاع التربية كطاع الصحة الكهرباء وزارة المهجرين كمان بدي احكي عن وزارة المهجرين بس ادوع هالنقطتين لانه لفتوني نحن نحكي من ايام 93 هول عام 93 قدرت وزارة المهجرين كلفة عودة المهجرين الى كراهم وديارهم وكلفة اعادة تأهيل البنى التحتية في هذه الكرة بنحو 600 مليون دولار وحتى العام 2000 انفك 1600 مليون دولار يعني 1000 مليون دولار زيادة ويبدو ان هناك حاجة ل650 مليون دولار اضافية هاي عم تحكي انت بالتسعة وتسعين نحن صرنا بالالفان وتلاتة وعشرين وبعد ما سكروا لما لا في المهجرين طبيعي طبيعي حكمك علي اذا بتلاحظ اذا بتلاحظ بس اخر شي طلعنا براءة بالمناسبة بس بعد اربع سنوات بس لأ في رد انتوا رديتوه على الامم المتحدة طلبوا منكم رد كمان هلا بركبنا عرضهم يعني ردكم كالك انو عم تقولوا لهم انتوا طلبتوا وين تركتونا يعني المطبطكم هلا قد توصل هيدخل هلا نحن مشتغل مع الاولام التحري وبيحبونا كمان يعني شافوا انه نحن ناس بنشتغل مزبوط وجديين فالفكرة هي انو اذا بتلاحظها الكل بيتفاجأ انو نحن لما عملنا هيده واللي وقته عملناه يعني لو يعني اللي بعرفه هلا اكتر بكتير من اللي كنا نعرفه وقته يعني وقته كان انا وقته اعتبرته كارثي بس بعدين شفت الكوارث اكتر بعدين انتشفت اديش فيه قصص تاني ما كنا نعرفها الفكرة انو ليش متفاجأ انو هلا مثلا لما نزلت الناس تتظاهر بساحة الشهداء المظاهرات اللي صارت وهلأ اسمي الثورة اذا بنا نحكي علم ومنطق هي مش ثورة بلكن خلص صار الكل بقى لك الثورة هي شو نازل على الثورة وراجع من الثورة كعند الثورة محل بتزوره الثورة هي نفسك انت جوه بقيمك باخلاقك بمبادئك بالتزامك مش الثورة شغلي بتزورها وبتروح بتشتم الناس وبتتصور على التلفزيون وبتكون عامل الميك اوب الحلو وطالع الى شو كانت النصابة بعدنا ما بنعرف فعلا انا تدرس هلأ فيه ناس اكيد صادقين مية بالمية اكيد فيه ابريا كتير فيه حماس كتير فيه العالم واصلي لما ما تنسى كان فيه مش قصة بس الواتز اوب كان ما تنسى كان فيه موضوع الحرائق اللي صارت صحيح فيه محل كان فيه العالم قصة طلى محل انفجرت كان عمصير وراء بعض الاشياء اي كان فيه شغلي شغلي كتير مهمي صايرة هلأ انه وين وين الثوار اليوم وين الني هلأ بدنا الثورة هلأ هلأ تفضلوا نعمل الثورة تفترض وجود فكر ووجود قادي مين كان مونتسكي الثورة مثلا اللي كان يقطع على الطريق ويسب خلينا نحكيها بصراحة ما بتقدر ما بنقدر نحنا اذا جينا انا من الناس اللي نزلت اللي احنا كنا جيران بننزل وشوف شفت الخيام كل واحد عمل خيمته دي خيلة شعب كل واحد عمل خيمة لما بكون خيمة وحدة كلنا مع بعض طيب هلأ صارت تعاوا نعمل نقد ذاتي على اللي صار تفضلوا عملوا نقد لا ما صار شيء كيف ما صار شيء ما اول شيء بتاعمل بتقول وان غلطنا كيفينا نرجع نعمل فعلا ثورة حقيقية فعا كلنا يمكن شطينا عن الموضوع لا ما علي مهمة لانا كنت حاطوا السؤال بعدين لانه كانوا يقولوا هذا الحكي يعني نحنا بال قصر الكهرباء كتبنا وقتا ان قطاع الكهرباء هو الامتحان الحقيقي الى الارادة السياسية بالاصلح طب سنة التسعة وتسعين الفان احنا شفنا هالشي ما شافت كل هالزعمة كلهم وكل هالقوبة السياسية ما شافت ان هالكهرباء قصة نعاب نضل احنا بهاليوم بهالشكل واليوم اليوم مؤسسة الكهرباء لبنان وزير الطاقة بحكومة عملوا شيء الى اخره فيه نجاح معين صاير بقطاع الكهرباء اليوم صحيح طيب الناس عم تدفع فيهنا نقول الناس دفعت شوي اصر هون بس بشكل عام بدليل انه تحول هلأ الخلاف على 27 مليون دولار او 30 مليون دولار تحولوا الى مصرف لبنان هلأ فيه محاولة لاجهاض هالقصة يعني لونها جديد بدلا من احنا نجي نقول هلأ طيب انه فيه فرق 3 مليون عم نتقاطر على 3 مليون قبل كنا نتقاطر على 27 نقول حلة هالشغلة ونكفي بهالقصة اللي هي فيها نبني على نجاح انت عمل دراسة عن الكهرباء نعم نحنا شو بيحكوا العالم ان المناطق المسيحية تدفع كهرباء انا بحكيها مثل ما هي ما عندها المشكلة اكتر من المناطق المسلمة مظبوطة دراسة مظبوطة لها الحكي الدراسة شو طلعا فيها اذا بنا نرجع للفترة اللي نحنا عملنا فيها التقرير بالتسعينات في مناطق مسيحية ما كانت تدفع كهرباء ابدا يعني مش بس الشيعة ما كانوا يدفعوا بين هلالين يعني كانت حسب النفوذ اذا النفوذك السياسي اوي بغض النظر عن طائفتك ما كانت تدفع كان فيه شركات ومصانع ما تدفع يعني طويلة عريضة كان فيه بيوت كبيري وقصور ما تدفع كان فيه وزارات ما تدفع يعني يعني وزارة المالية ما كانت تدفع الكهرباء صحيح على سبيل المثال فيه زعمة ما يدفع زعمة ما يدفع فالقصة ما كانت موضوع يعني نحنا دائما منحاول هلأ اليوم حسب المعلومات اللي وصلتنا لحدية هلأ تقريبا الكل عم بيدفع فيه تأثير بمناطق معينة فيه ساعات مش مركبة بمناطق معينة هون بيصير فيه هدر أو سرقة أو هلأ اللي لازم ينعمل يصير فيه دعم لمؤسسة كهرباء لبنان فيه تأخير بالفوتر كمان وتأخير بالفوترة بالضبط فساعتها أنت إذا بتعمل الفوترة بشكل سريع بتحط تركب ساعات بالأماكن خلي اللي ما عم بيدفع يبين مين ما الأكترية عم بيدفعوا نحنا هلأ فيه تقريبا 78% عم بيسددوا بشكل كتير منيح مدى ليل أنه الخلاف هلأ مع مصرف لبنان مش على 30 مليون دولار خلاف على سعر الصرف إذا على 50 ألف أو على 90 ألف بالتالي يعني 30 مليون سددت معناها العالم سددت بس أستاذ هي شركة الكهرباء وقتها طلعوا أنه نحنا مثلا جباية ببيروت هالأدب المية بجبل لبنان هالأدب المية هيك بتذكر ريطة يعني مثلا حتى بيلولك أنه بتقلهم ليش ما بتتعلوا ما بيسترجي يفوت الجابة يقطع الساعة يعني هي وقتها شركة الكهرباء عم بيحكي أنا طلعوا أن بيانات هاي سنة عم نحكي مش كتير زمين أنا عم بيحكي إذا بدك من بعد ما استلموا الطيار وقتها ما بذكر أي وزير بحديدا ما بذكر السيزار أو ندا يعني بس أنا عم بيحكي هلأ هالفترة هلأ عليت يبدو أنه بعد ما صار لأنه هلأ ما تنسى الخيار بين أنه إذا مصروفك 52 كفاءة بالشهر تدفع مولد كهرباء فوق 90 دولار صح إذا نفس نفس الطاعة تدفع 60 أو شي يعني فرق 30 وتدفعها باللبناني فصار فيه إقبال على هذا الشيء صار الناس شايفت أنه فيه إلى مصلحة مادية بالموضوع ما له مصلحة أنه يروح يصرف للموتار وما يخذ الكهرباء وله مصلحة يسدد هلأ أنا بيعطي لما من ناقش تصير نقول يعني بأي عمل بأي شيء فيه ناس ما بتنفس فيه ناس بتخالف فيه ناس ما هلأ إذا الأكترية عم بالتزمين بيصيروا هاي بينه غلط يعني بيصيروا بالعكس بيتصوب عليهم وبينعاهم بيصيروا جيرانهم بيصيروا كل يشكوا منهم ويقولوا لاش بك تقطع عني الكهرباء بل أنك أنت ما عم تدفع صح حتى يمكن بكرة إذا حطوا الساعات الزكية بيصيروا يقدروا عنهم مثل التليفونات يعني بصير تقطع الكهرباء بالضبط بصيروا يروحوا لعندك يعني بالضبط على كل حال طيب رح نوقف مع أول بريك بعد بريك رح نكمل في عنا أشياء دسمة كتير بعد بريك بوجودك الحلقة دسمة دسمة يلا بريك وبنرجع رجعنا معكم بعد البريك مع ضيف أساز جواد عدرة عم نشوف كتير عالم عم بتقول إنه نحنا مش هي مش هي عم تقول إنه نحنا بأزمة اقتصادية بس نفس الوقت تروح على المطاعم مليانة بتشوف حفلات مطربين مليانة عم بتحكي التكتات يعني عم بتحكي مية دولار وطلوع وين ما تروح تشوف عالم تشوف عجقة نحن معنا مصاري أو ما معنا مصاري من هو عم نجيبها المصاري نحن شعب يحب الحياة مش هيك نحب الحياة دسمة قال للأستاذ لتلميزي كتبي موضوع عن عائلة فقيرة قالت له كان في عائلة فقيرة كتير كتير لدرجة إنه طباخ تبعه فقير والشوفير فقير والخادمة فقيرة عم نحكي هاي اللغة نحن صدناها هلأ مين يعني هلأ نحن أول شي لبنان بلد كتير صغير طرقات سيئة سيارات وضع سيئة فالبناء على الطرقات محل غلط يعني عجقة السير كتير سهل تصير هلأ بيجيك مئات الألاف هلأ بالصيف تيشوفوا أهلهم ويشوفوا اللي بيحبوهم وكمان يفرجوا أنه هني مرتاحين ومعهم شوية مصاري والآخر بيروحوا على المطعم وبيستأجوا سيارة وبيكزروا والآخرين هالي مش حركة اقتصادية هلأ بس في لبنانية كم كرسي بتعتقد فيه بكل مطاعم لبنان مثلا مبارف 10 ألف كرسي 15 ألف كرسي كم مرة هالكرسي بتتحرك وكم مبارف بتعمل الحسابات بتطلع عن مبالغ منى ضخمي هلأ في حركة وعجقة بس منى لصة هلأ هاي دي أكيد لبنانيين موجودين وأكيد في غير لبنانيين موجودين كمان مرتبطين بالبلد بيجوا على بلدهم وبيصرفوا مصاري ببلدهم بس البلد مقياس الحركة يعني مقياس النشاط الاقتصادي ما بصير أو النمو الاقتصادي مش النشاط الاقتصادي ما بصير على أساس عجقة السير والحفلات والآخر بتمنى يسمعوا مسيئة أحسن ويسمعوا مغنين أرتب وإلى آخر يدفعوا مقررين ندمر الزوء بلبنان والفن بلبنان والحس الاجتماعي بلبنان لما نقول أنه الوضع منيح يعني ناخد على سبيل المثال نحن بلبنان هاجر أكثر من 300 ألف شخص بهالسبع سنين الماضي هاجروا تركوا البلد الهجرة هلأ بيهلأ بأول ستة شهر زيدي ثلاثين بالمئة ميتان وسبعين بالمئة عن ستة شهر الماضين بالسنة الماضية حيثم مضيوف 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 أكتر طبعا حيصير أكتر هذه مهمة كتير اللي قلته لبنان عم بيتصنف من الدول اللي وضعها خطر لما بيصير هيك إلى تصنيف معين بالإنجليزي بتصير بينعطيه تأشيرات هيا صارت لما كان عندنا حرب أهلية وصارت لما بأول التسعينات لفترة معينة قبل يعني بين الطائف قبل الطائف وبعد الطائف فبصير فيه سهولة أو مش ضرورة تكون سهولة بس بصير فيه تسعيل لتقديم الله يطمر ف الولادات بلبنان متراجعة 32% عند اللبنانية عند اللبنانية بس عند غيرنا منظمة زايدة هذا مؤشر أنه الحالي منيح الدواء متراجعة 64% استراد الدواء استراد اللحمة بتراجع 50% عم نركع المحلة 50% ل70% بس عجل تصري سؤال هون قبل ما تكمل الدواء واللحمة خلينا بتدواء أكتر مش يعني معقول نكون رحنا على أولترنتف أو على نحن خدنا الوزن خدنا وزن الدواء ما خدنا لا المزبوط إنه رحنا على الوطني عم نستورد من تركيا أو على الوطني وعم نستورد من الأردن وعم نروح على سوريا يعني صدنا على الأرخص إذا بدها كمبالغ مالية بس إذا بتخدها كالوزن الوزن وزن لازم يكون متقارب أوكي فموضوع المستشفيات بين 50% و70% من أسرة المستشفيات فاضي يعني الناس ما عم تبرد أكيد بس مين بيسترجي إذا الضمان ما بيغطي العنف الأسري قال له غوار بيضربها لمرته قال له عم تضربني قال له يا مرة أنه هني ضربوني وأنا ضربتك وأنت ضربت لولاية شو بدنا نعمل فالقصة الانتحار زي 35% هلأ نحن السيارات اللي منقول عجلة سيارات 80% من السيارات لبنان عمره أكتب من 10 سنين السيارة فيه يتحمل أنه هالسيارات تتعطل أو ينفخ الدولاب أو بيصير معه شغلين مثل يعني تعويضات نهاية الخدمة كان عنا ما يعادل 8 مليارات دولار قبل الانهيار اللي صار معنا هلأ يمتك كلها ما تطلع 130 مليون دولار 98% لأن لبناني طارد على الليراء اللبنانية صارد بس بس عم بيجعب أقول لك اللي عم نشوفه ما بيوحك اللي هو لي هاي الشركين عملت مشين العلم صح المؤشر الاقتصادي النمو الاقتصادي ما بينقاس على كم على عجل السير وعلى عجل المطاعم يعني هايدي مش دليل يعني هلأ أنا بكرة بدي أعمل حفلي بعزم أصحابي أنا بيقدر سكر مطاعم وأعجوه يعني بكون أنا بكون الحركة ممتازة بالبلد بيقطع حالة بالسيارة بقف لك علاقة يعني احترام واحترام بالمعنى البشري يعني أنا الإداء ما كتير بيحترمه اللي صار أكيد أيوه ومؤلم يعني وبزععي الكتير يعني لأنه نحنا كان فينا نتجنب اللي وصلنا له يعني لو لو لبنان لو قدروا كان هذا هو الشي بتقول هذا هو صح بس لو قر يو هذا والألفين لو قر يو بالألفين نحنا عم نقول هاي ليش ليش بنا نوصل لهون صح لا بدنا نستمر يعني لدرجة بتوصل لنظرية المؤامرة بتوصل أنه مقصود أنه نتدمر مقصود ندبح حالنا هيك أنا برأي السياسيين هني هلأ هاي يعني انتقد عليها أحيان هني ضحايا النظام مثل الشعب هلأ ضحية عن ضحية بيفرق الوجعة بيفرق بس هذا النظام مثل من هو يراكب من 43 لهلأ مع كل التغيرات اللي صارت فيه بيحطم الكل بيحطم السياسة وبيحطم المواطن هذا هذا النظام بيعيش على الدم وعلى انهيارة المالية لازم تغير أكيد لازم يتغير هلأ السياسي اللي بيفوت لجوه بيصير جزء منه غصبا عنه لأنه فيه فيه أوالب بلاك تفوت به هالقالب صح هلأ الزكاكين لازم يكون عند اللي بدي يشوف البعيد أنه كيف فينا نغيره بشكل هالبيئة تصير حاضنة لقيادات جديدة ولتفكير جديد هذا الشيء ما صار ما صار عندما بني لبنان الكبير ولا صار بعد الاستقلال فهيدي القصة السياسيين أنا برأيي ما بقى يقدروا يعني الطائم السياسي الحالي الموجود ما بقى يقدر يستمر مش معناها أنه اللي بيسمي حاله تغييري هو البديل يعني مش أكيد لا نحن بحاجة لثورة ثقافية حقيقية بالعمق مش مش روح نسب أم جبران بيسيل مثلا هذا هذا الأول شيء عيب تاني شيء هي لا تشخص الحالة مش الحل مش مش هذه القصة دائما كان يا جماعة طيب بدك أنت يعني هلأ نحن نجي نقول أنه هذا الانهيار صار بعهد الرئيس ميشيل عون أنا عم يعني ما لي مصلحة دافع عن الرئيس ميشيل عونه هو مش بحاجة أنا دافع عنه وما عم دافع عنه وأكيد في مسؤولية ولكن كلمة عهد ما بقت صح ولا عهد الرئيس الحود ولا عهد الرئيس الهراوي ولا يعني ولا عهد ميشيل سلامان هذه كان فيه تغير النظام وصار فيه قوى سياسية تحكم فإذا هناك من مسؤولية المسؤولية على الجميع طيب هلأ أنت حضرتك معروف بالوسط السياسي أكتر من الوسط الشعبي يعني الناس مش ما بيعرفوك قدمة سياسية بيعرفوك بيناتنا يعني ممكن يعني ما لنا كتير بتطلع التليزيون ما لنا كان بتايدا هلأ خلاص فتحت معك إن شاء الله بس اسمك انطرح كذا مرة بتكون رئيس حكومة هلأ ما رح توصل طبيعي ما رح توصل لأنه ما عارف مين بيجي رؤسة حكومات خلاص بالشرب الناس الناس نضيف قبل بيناتنا انت مثلا شمرة أيل قدام حدا بيني وبينك وبينك وبيني وبين شمرة أيل قدام حدا مثلا أنت بتحبه لميشيل عون أو لجبران بيسيل لأن إذا إيه ما تحلم أه والله ما تحلم شيل انسية شوف تقلك في لا عن جد انت رح اسمك كذا مرة تكون رئيس حكومة بدي يكون المواصفات بك سقط بالامتحان لم أنجح سقط بالامتحان بس انت على ميتك يمكن أكتر شوف القصة هي نرجع لك لكن عم نحكيه بالبداية على قصة أنه ما بتعمل دراسة معينة كيف تصنف الدراسة يقولوا هاي معمولة هاي بتخدم فلان أو هاي بتخدم فلان القصة هي المسألة إذا أنت هدفك الخدمة العامة إذا هي الأساس هو الخدمة العامة وهي دولية المعلومات ومتحف نابو وجمعية الإجتماعي والثقافي اللي عمل لها كلها هدفها الخدمة العامة ما في هدف شخصي أنا كنت غايد يعني ما كنت أظهر لأنه أنا كان الهدف أنه بناء المؤسسات بدكتبني مؤسسة ظهور المؤسسة هو الأساس يعني نحنا زميلنا محمد شمس الدين هو اللي بيطلع على التلفزيو أنا ما بيطلع لأنه أنا بيهمني الدولية للمعلومات تنعرف ما تنعرف أنه هاي الدولية المعلومات هي جوال عدرة أو نابو هو جوال عدرة أو نابو نحنا تلات تلات يأسسنا مش جمعيد الماء هي فيه إلى مجلس إدارة يعني هي الفكرة التركيز على بناء المؤسسة هاي دي بتساعد أنه نحنا نطلع بالتالي صار حتى بالعلاقة مع السياسيين أو بالعلاقة مع الناس بيعرفوا أنه هاي دي القيم تبعك قيم هي الخدمة العامة وبناء المؤسسات زوجتك كانت وزير الدفاع بحكومة دكتور حسان ديب وانت قدت طلعت تقرير انت قدرت مش تقد زوجتك تقدت الحكومة يعني كلها وبينتهم زوجتك وكانت تلافت هاي دي القصة أنه أنه حتننتقد حكومة مرتك ودير الدفاع فيها مش أنه نحنا الدولية المعلومات كانت بتعمل تقريب بتعمل كل شي بعد مائة يوم على كل حكومة مرور مائة يوم بتعمل عن إداء الحكومة وقتا حكومة الرئيس ديب لأنه كنا نحنا بأزمة سياسية ضخمة أزمة إقصادية كبرى ولأنه في زوجتي اللي هي استقالت من كل منصبة بالشركات اللي نحنا شركة فيها فور ما استلمت يعني وهي إلى اليوم ما بتجي على المكتب فصار فيه نوع ما بيسموه هذا الجدار الصيني بين العام والخاص يعني إنه خلص صار هي بمركز بمركز عام ما فيها بقى تعمل عمل خاص وهي إلى اليوم ما بتقوم بعمل خاص فالفكرة هي كانت هيك بيكون المسأل يعني أمام الآخرين فنحنا لازم يعني يعني كان فقررنا ساعتها أنه نعمل نعمل موقف بعد شهر مش بعد ثلاثة شهر لهالسببين سبب أنه فيه حالات طرقة وفيه أسباب شخصية وكان أنا برأيي هلأ رئيس يعني هالحكومي عم تنظلم بالتقييم هلأ التاريخ بيرجع بيقيم وهلأ فيه صار فيه عم بيصير كتابات على الموضوع من بعض الوزراء ومن وفيه كتاب كمان كتبوا باعتقد الدايب السابق ناصر أنديل عن الحكومة الرئيس الدياب تقيم بعدين كيف الحكومي كيف كان إداءة بس هلأ عم بيتحملوا كتير أمور ما لهم علاءة فيها ما لهم علاءة فيها يعني هلأ لا الرئيس الدياب هو يفجر المرفق ولا الرئيس الدياب هو يفلس البلد ولا الرئيس الدياب ركب الدين ولا الوزراء اللي معه والوزراء اللي معه تميزوا بشكل عام يعني أنا سائبت بهالوقت تعرفت على معظمهم يعني كانوا مثال جيد بالخدمة العامة ما حانا منهم كان عنده مصلحة خاصة بالموضوع أنا سؤالي الأهم بده أصله لما عملتها التقرير رجعت على البيت عادة يعني أنه أه بس بي أنه ما في شيء في مثل علاقتي مع السياسين علاقتي مع السياسين علاقة احترام وعدم طلاق نار يعني ما في هي بعد في محلات كانت أحيانا جرحت يعني ما بعرف إذا ما بعرف إذا أنا كن ظالم فيها أو لا بس أنه أكيد بس هاي دي يعني أبسط شيء في الناس ما طلبت لك الجيش ما طلبت لك شيء في مئات ألاف الناس مجروحين بالبلد يعني صحيح لا هي بتعرف يمكن أنه مش عن نية سائقة إذا كانت لأنه كانت عندي راسة رحفوض بآخر خمس أسئلة بالحلقة حلقة معك قطعت بسرعة مين السياسة اللي وصل على السلطة بالوقت الغلط برأيي كلهم كلهم يعني آي يعني هلأ ما بعرف أنا الحقيقة هذا السؤال لأنه من الثلاثة واربعين لهلأ ما عم بقول لك أن هذا النظام ما بيعطي مجال ما في مجال يعني الرئيس رئيس بشار الخوري ما أدري يكفي الفترة الثانية من عهده الرئيس شمعون اضطر اضطر في صورة حركة صار فيه اطلاق نار وقصة والآخر بنته للرئيس بشار الخوري قالتلي ديكربونا على الدرج وقتا إجا الرئيس شمعون ديكرب منزلنا منطلعونا وقال لي الضابط فيه قال له للرئيس خوري أنه عندك وين مفتاح الشلالة على البحر أعطينا يا أطل رحنا كأنه مطردين يعني رئيس شمعون بقي لفترة بعزول يعني هلأ الناس ما بتتذكر هلأ رجع مع البعدين بالانتخابات مع الحلف الثلاثي وكذا صار فيه حركة كبرى أصبت الزعيم أي بعدين بتنسى الرئيس فؤر الشاب استقال مرة رجع مرة أنه يقدر يجى الرئيس الشار الحلوي يعني حكم عمليا الشابية حكم 12 سنة وكان بيقدر يجي بالسبعين هو رئيس جمهورية رفض وحرق كل أوراقه ومذكراته يعني وقال أنه ما في أمل ما بينفع فؤر بالضرط معروفة من الشابيين الرابع عليه بيروه هاي القصة فهذا الشي يدعو أن نشوف شو يعني شو الغلط فينا نحنا كلنا حيث لبنان أجب بواقت غلطة حلوى حلوى طيب ما بارف كيف بدأت ألك السؤال بس مين أنجح وزير دفاع في لبنان إذا إذا فكتول فاس فكتول فاس شوف أنا اللي بعرفه أنه أنا يعني عندي معرفة ما عندي معرفة بكل وزارة الدفاع يعني المعرفة العميقة عندي معرفة بشخصين بوزارة الدفاع بالوزير الصرف والوزيرة عكر عدرة أنا بعرف أنه الثانية عملوا إداء ممتاز هذه بعرفها أنا ما قيمت يعني بس بعرف أنه كانوا إداء مميز وبعرف أنه زينا عدرة كان عندها ملفات كتير متراكمة خلصتها بسرعة وكان يعني بس هذا هل إداء الوزير يكفي بظل الانهيار نحنا فيه موضوع دراسة عملتها وتفجأت فيها وما نشرتها نحنا أغلب اللي منعملوا بننشروا هلأ بتعرف ما نمجهز فيه شي فيه عد قلتلي مرة بالقعدة أنا وإياك ما علي أنا بدأ أفضحها قلتلي أنه هيدا الدراسة نشرتوها كان بعد فيه كتير إشياء اي 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 مزبوط مزبوط فيه اي مزبوط نحنا هيدا الدراسة كان من ضمنها كنا عملنا لقاءات مع قضاء ولقاء مع سفرة ومسجلة صوت وصورة أحد السفرة الأجانب بلحظة هيك ما بعف شو صلو عم نسأل عن قصة الرشوي بلبنان وقف وقال أنا رشيت كل العالم بلبنان وقف هيك ورشيت مشان جيب التليفون رشيت مشان جيب الكهرباء رشيت مشان سجل السيارة رشيت مشان طفوا 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 كل شيء قالوا بطير بطير السفير يعني بروح على المحاكمة يعني بلده دراسة والسفير والممتحدة كله بطير أني بلا هاي وما تحملوه والقاضي غندور عبد البسط غندور المرحوم غندور بيقول هو خطف خلال الحرب هو كان مسؤول عن محكمة الإسراء غير المشروع وكان قاضي نزيه جدا ومحترم يعني بيقدروا كل زملائه هو من القضاة اللي قال أنه ما في أنه أنه نحن ما قدرنا نحاكم حدا بموضوع الإسراء غير المشروع وأنا يعني كمان فائد الأمل أوكي يعني في عندك كتير إذا بدنا نفوت فيها هذه قصة عكل حان في كتير اشياء الوزارة أو الصندوق أكتر هدر أو فساد بالبلد عصب دراساتكم شوف هي طبيعي محلل فيه أكتر شي دخل يعني إذا عم نحكي نرجع لألف قبل 2019 2018 2019 يعني بهالفترة هي أو لما كنا عم نعمل الدراسات عندك العقارية كانت قصة كتير كبيرة لأنه فيه تشجيل العقارات أكيد يعني نحن مرة أنا رحت عم مسجل عقار معين رفت تشجيله ظنا أنا قلت له بس هذا السعر اللي دفعته قال لي لأ ما فيك تسجل هذا السعر لأنه بتفضح كل الأسعار التاني باكتنزله يعني يعني فعندك طبعا بالجمارك كان يعني إذا بنرجع للتاريخ هلأ ما بعرف الوضع هلأ كان في بالضريبة بالموضوع الضريبة مين مننا بيدفع الضريبة المصبوط صحيح آخر سؤال ما بعرف إذا قداش هتجاوب إذا صلت رئيس حكومة شو أول قرارت تاخده لك ما بقى أنا لا أسعلى لا لرئيس حكومة ولا لأي موقع أنا طارحك من عندي خلاص وصلت يعني إذا هيك الله يطمك يعيني وصل إذا إذا كنا هتفكر بسمك سعر في بيته إيه إنت بعد الحدم حمسك على ضدي آآ أي حكومة بدأ تجي آآ أنا هالحكومة الحالية أكيد فشلت فشل واضح وما بدأ أحكي آآ أي حكومة بدأ تجي بفروض يكون من أولويات أول شي أول شي بيفكروا فيه الوضع الصحي للناس موضوع التغطية الصحية هذا قرار بيتاخد وبين عمل وممكن تمويله الموضوع الثاني موضوع نقل العام كمان بين عمل وممكن أنه يتنفذ أنا ما بعرف فهولة ما تنفذوا أو بعرف لش ما تنفذوا لأنه فيه كرتلات للموالدات وللنفط وفيه كرتلات للنقل العام وفيه الأخري الموضوع الثالث تسطل كهرباء هاي دي ممكن حلة بدليل اللي عم شوفه هلا أنا ما بدي أعمل تفاول كتير بالإصاب بس بيصار بيعطي مؤشر أنه إذا فيه إرادة سياسية صحيحة هولي في حل أنت عارضته كمان أنا برأيي نعم إذا نرجع لقصة الكهرباء أنه نعرف أغلب المبالغ اللي اللي أنفقت على الكهرباء راحت كدعم صح لأنه كانت كلفة نحنا كانت الحكومة الدولية عم بتبيع الكهرباء للعالم بحوالي تسعين بالمئة أقل من كلفتها فهذا كان نوعا من الدعم فدعم اللي بيته ألف متر بربع ودعم اللي المعتر الفقير لحالته تساوب بعضهم طيب أنا بيتي مثلا بصرف قد يمكن خمسة عشر بيت صغار أنا ندعم طيب أنا بالزمين عرضت فكرة أنه تعوي جماعة نرد نحنا نحسب اللي نحنا ندعمنا فيه تعوي نرده هلأ ما في أليه أنونية لهالموضوع وحكيتها الحقيقة مع مع الأستاذ حيك مع كمال حيك أنه قال لي قال لي صعب قال لي ما أعرف كيف نعملها كيف تنعمل ما أعرف ف على الأخلاق ليتفضلوا اللي بيقولوا أنه منحب لبنان ومع المصاري وبيحبوا لبنان ومعهم مصاري فرجوا أنه الحب رد رد اللي أنت دعمت فيه اللي بك لازلت ندعم فيه الرد البنزيل اللي ندعمنا فيه تعرف نحنا كنا ندعم شون فتح بواب ندعم نحنا دعمنا السفرات دعمنا اليونيفل دعمنا القوات الأمم المتحدة بالجولان هذه بمناسبة زينا عكرة وقفتها آه والله اللي كنا دعم للجولان دعمنا يعني يعني دعمنا اللي عنده خمسة سيارات مهمين كتير ودعمنا اللي سيارته بالحالي بالويل صح طب هيدا كله كان غلط بس بتقول أولك بيمشوا فيها طب بس آخر شغلة تمشي فيها لمن أنت بتخلق الشيء ما حدا عم بيركز عليه أنه تخلق أمل عند الناس أنه فيه أمل فيه حلول وأنه فيه شيء بلد بدنا نحافظ عليه ساعتها بيوسى أو الناس لمن إسرائيل ضربت الكهرباء بالحرب الألفين وستة تبرعوا اللبنانيين صحيح نتذكر بأكتر من المبلغ المطلوب نتذكر صار يحطوا أسميهم على التليفزيون بالضبط فليش وقتها لأنه كان فيه نوع أنه بدنا نرجع نبني بلدنا بدنا نرجع نبني بلدنا بدنا نرجع نبني الكهرباء هذا الشيء ولا حكومة عم بتركز عليه كله عم بركز كي بدي يروح اشحد كي بدي يجيب بصاري من بره جيب بصاري من هون بس تكون أنت بل إشبه حالك مية بالمية زي الجواد لا يشبع بعد فيه عندك كتير أكيد أصلا بالقاعدة أنا وياك بالقاعدة أنا وياك بس ألك إيه هون مرسي لكل المعلومات مرسي لخفة ظلك مرسي لأنه مرتيني لأنه مادرت نفسك أنا كنت ناوي أنه أخذ بحلقك لا بالعكس بركب نعمل الديو لا منيحة منيحة يلا باي بشوفكم جماعة الجي جماعة الجي ضيفة جورج وديع الصافة رح تكون حلقة أكيد فنية وأكيد مع جورج نحكي شوية سياسة يلا باي شوفكم جماعة الجي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر